نتكلم عن صحة المواطن عاد إلى مصر الطفل ياسين أيضا هذا الموضوع موضوع مهم جدا الطفل ياسين مصاب بالسرطان أهله وجهوا استغاثة للسلطات في مصر طلبوا أن الطفل ياسين يتم انتقاله من الأراضي السعودية حيث هم يقيمون أن الطفل ياسين يعود إلى مصر ويكمل علاجه ولكن حالته الصحية كانت بتستدعي إخلاء طبي جوي لما نقول إخلاء طبي جوي يعني طائرة مجهزة بكل الأجهزة الطبية للحفاظ على صحة الطفل ياسين اللي رجع لأرض مصر طبعا ده بيان وزارة الهجرة اللي تحركت على الفور فور هذه الاستغاثة من أهل الطفل ياسين وطبعا حتى بنشوف الدكتور علي جمعة رئيس مجلس إدارة جامعية مصر الخير قال أنه تم توفير الطائرة المجهزة طبيا والنهاردة أقلعت وعادت بالطفل ياسين إلى مصر زي ما احنا شايفين في هذه الصورة طبعا هو راح معهد الأورام ويبدأ علاجه وتحديد جرعات علاجه أحمد دولتي معانا الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة مساء الخير دكتور حسام أهلا بيك طبعا احنا هنتابع كل تفاصيل رحلة عودة الطفل ياسين عشان يقدر يتعالج في مصر تلبية الاستغافة أهله ولكن